اعتقد بعد التقرير ده لازم نتكلم عن الاجندة اللي داخل عليها الاهلي دي الموسم اللي جاي موسم خلي بالك احنا بنتحط في مواقف بسبب الموسم اللي فات لحد دلوقتي كيف تفكر لجنة المسابقات في ربطة الاندية والاتحاد الكرة للخروج بالموسم الى بر الامان شفنا وسمعنا كلام مستر كولر مع بعض وهو بيقول ان العيبة الكرة مش مكان دول بشر ولازم ياخده اجازة وراحة طويلة وهو بيحارب عشان ده طبعا ولو تفتكروا الاهلي اعتذر عن عدم المشاركة في كأس الربطة بقرار من مستر كورر وهو كان قرار حكيم وسليم جدا والنتيجة ان الاهلي هو بطل كل البطولات اللي شارك فيها ورغم ده برضو فيه اجهاد وعدد مبارات كتير وفي وقت قلال جدا يعني انت بتتكلم في مبارات متلحمة وموسم مخلصش لحد النهار ده رغم ان الدوري خلص طيب هل الربطة والاتحاد الكورر ولجنة المسابقات عندهم حلول للموسم الجديد؟ ده اللي انا نفسي اعرفه ده اللي انا نفسي اعرف اجابته انتو بتتكلموا يا جماعة في موسم طويل قوي والكاس الله اعلم هيبقى زيك كاس اللي فاتها يكمل معنا في الموسم اللي جاي ولا لا طب تعالوا مع بعض كده بقى ايه نرحب بالاستاذ الكبير جمال الزهيري النقد الرياضي والكاتب الصحف الكبير معنا في سيفن ديز بورت وعايزين يعني اولا بنرحب بيك يا استاذ جمال هلو استاذ جمال طيب نرجع نكمل كلامنا على ما استاذ جمال الزهيري يكون معنا هنجيبه تاني مع بعض الفكرة كلها ان الموسم ده احنا في موسم طويل اصلا من الاول ولولا ان الكابتن محمود الخطيب قرر انه ريح في نهاية الموسم اللي فات لعيبة النادي الاهلي الاساسيين وبعد اما يعني اتعكد ان الموسم انتهى بالنسبة النادي الاهلي بشكل رسمي يعني او بشكل غير رسمي اللعبنا عدد ماتشات كبيرة جدا حوالي 9 او 10 ماتشات بالعيبة ناشئين والعيبة ما كانتش بتشارك طول الموسم ده كان له تأثير كبير قوي وشوفنا ايمن اشرف الحلقة اللي فاتت معنا لما قالت نصا اول قرار بالموسم اللي حصل الموسم دوت والموسم الزهبي اللي نادي الاهلي ده كان من اول الاجازة اللي ده كابتن محمود الخطيب تلعيبة الاهلي ده لعيب كورة اللي بيتكلم لعيبه كابتن فرقة وفي نفس الوقت انت بتتكلم على موسم احنا كنا بنلعب كاس الموسم اللي فات لحد من اسبوعين ثلاثة حد الشهر اللي فات تحريبا يعني تعالوا نتنقش مع الاستاذ جمال الزهيري النقض الرياضي الكبير والكاتب الصحف الكبير اهلا بحضرتك معنا في سيبن دي سفورت اهلا بيك بداك عبد الرحمن اذكت اخبارك ايه الحمد لله بخير تمام الحمد لله ربنا يخلى حضرتك عاوز ابدأ مع حضرتك رأيك في الموسم الزهب للنادي الاهلي والفوز بكل البطولات مش بس في كورة القدم بس وانما في حقيقة في مختلف اللعبات الجامعية والفردية الاهلي بطل الموسم ده ده حقيق لانه لو حسبناها حتى بالورقة والقلم هتلاقي بكورة القدم كل البطولات النادي الاهلي خدها اه ثانيا اه البطولات الالعاب الاخرى يعني عدد البطولات اللي ما خدهاش النادي الاهلي اه ممكن تسبب انما البطولات بواجه عام كده اه يعتبر النادي الاهلي هذا الموسم فعلا زي ما انت قلت هو موسم ذهبي بانه حصل على كل البطولات اللي ممكن يحصل عليها يعني اتفرجنا على مدار الموسم في كل اللعبات وطبعا لانه كورة القدم هي الشعبية الاولى او الشعبية الاكبر في كل اللعبات اه هي الشعبية الاكبر فا يعني حبتدي بيها خمس بطولات بعشر شهور مع مدرب المفروض لأول مرة ميستر كولر ليتولى تدريب الفريق فيعني حتى اذا كان هناك بعض المشاكل الفنية الا انه هو قدر يتغلب عليها وقدر يتعامل من خلال وجود بعض الملاحظات الفنية اللي هو نفسه اعلن مع بداية توليل المسئولية انه ان دي حاجات ممكن تعطله مع ذلك ماستسلمش لهذا الامر وكمل وقدر انه هو يتغلب على هذه المشاكل الفنية سواء باعادة توظيف لاعبين في مراكز غير مراكزهم او تطوير اداء لاعبين كانوا باعدوا عن مستوياته مع حضرتك كل الحق طبعا شوفنا بيروس تاوح حسين الشحات لعيبة كتير جدا زي ما حضرتك بتقول تم تطوير اداءهم محمد هاني بالزبط كان مستوى باعد جدا ومع ذلك قدر انه هو يعيده الى المستوى مزبوط وهذا يحسب ايضا لمحمد هاني انه هو استجاب وقدر يرجع وطبعا مع ثبات مستويات بقى علي معلول عندك ياسر ابراهيم رجع بشكل قوي جدا بالاضافة لوجود محمد عبد المنعم يعني حقيقة كل المقومات عدم وجود مهاجم اللي هو راس الحربة الصريح ومع ذلك برضو قدر يتغلب على هذه المقضة مقضة طبعا اه فهو بالتأكير بسم اكثر من رائع للنادي الاهلي لم يكن اه يعني في الحسبان يعني طبعا فيه شغل معمول من جانب مجلس الإدارة بقيادة الكابتر محمود الخطير هو لجنة التخطير هو جهاز كرة القدم لكن الحقيقة فاق النتيجة فاقط كل التوقعات يعني كممكن تكسب بطلتين تلاتة لكن على المستوى المحلي تدر تستعيد سرع على مستوى دوري أبطال أفريقيا نفس الشيء فقيت انت بطل مصر وأفريقيا كان المؤتد اضافة الى الفوز طبعا بالسوبر المحلي مرتين وكأس مصر القديمة وبإذن الله بإذن الله في الطريق إن شاء الله تكون كأس مصر الجديدة بإذن الله طيب ده هيوديني معك لفكرة إن مستوى الكولور دايما بيتكلم عن فكرة الراحة السلبية أو فترات الراحة السلبية وضغط المباراة الكبير وبيدافع عن اللعيبة دايما هل رأيك إن اتحاد الكورة والربط مسؤولين عن المسابقات عندهم خطة لتفادي المأزق الكبير ده باستحامل الأجنتة الدولية والمحلية في الموسم القادم ده مية في المية احنا بقلنا كم سنة دلوقتي بنتكلم من قبل الكورونا من قبل الكورونا حوالي أربع سنين سلاحهم المواسم بشكل غير طبيعي وده برضو على فكرة من الأمور اللي يجب الإشارة إليها يعني أنا عايز أقول إن الانصلاقة الحقيقية لفريق الكرة هذا الموسم كانت مع نهاية الموسم اللي فات لو تتذكر كم تيه قرار لكابتن محمود الخطيب قرار مهم جدا بإنه هو يعني ياخد قرار بإنه الموسم انتهى خلاص قبل نهايته لإنه كان خلاص عمليا الموسم انتهى وتم إعطاء اللاعديين راحة من هي دي الراحة السلبية اللي حصل عليها لغيبت الأهل الحقيقية الفترة اللي هو الكابتن محمود الخطيب ادهم الأجازة وكمله بالصف الثاني أو بقطع ناشية وهي دي القرار الحقيقة اللي ممكن يكون له تأثير كبير جدا أن تبدأ الموسم الحالي بداية زي ما بيقولوا كده على نظيف اللاعبة المراقة تحبت جدا فكان لابد من إراحتهم ويمكن احنا دايما كنا بنتكلم حتى في البيت الكبير مع كابتن اسلام الشاطر في قصة اللعبة اللي خادت الراحة ورجعة هذه القوة تعتبر صفقات جديدة للنادي الأهلي يعني إضافة لأنه اللاعب نحتاج يا أبراحمن أنه هو يبتعز عن كرة القدم فترة أنا عندي ثلاث أسماء فعلا حسيت بفرق بسبب الراحة داي يعني لو حضرتك تفتكر أداء عمر السلية قبل الراحة وبعد أداء حمدي فتحي قبل الراحة وبعد وأداء حسين الشحات تحديدا التلاتة دولة كانوا منهكين من المواسم السابقة فحضرتك طبعا بتتكلم في نقطة ضروري جدا أنه نحن نحن نضع مستر كولر يمكن بعد القديمة الوحيدة في الدول من فيراميد أشار إلى هذه النقطة قال أنا مقدرش نوم لعيبة أو لعبتي على نوم بيلعبه في هذه الأجواء وهذا الإراق الشديد ياخد البطولات ولو خسر مش حاول أقوله حاجة لأنه وضع طبيعي جدا أنه هو مرق وأن اللاعب أحيانا وده واقع على فكرة كل الناس اللي عارف كرة قدم أنه اللاعب ساعد يصل لمرحلة أنه مش عايز يشوفه كرة أصلا يعني نحتاج يبعد تماما يطلع بقى البحر راحة سلبية راحة بدون تمرين يعني على الأقل يبقى فيه أسابيع التمرين اللي هو بتاع الاستشفاء اللي هو الريكافر الجاري بس أيوة هو ده كمان التجديد تجديد المشاط وتجديد الرغبات والدوافع كل هذه الأمور مهمة جدا يعني هي اللي بتجدي هي اللي بتبان تأثيراتها على أداء اللعيبة يعني أنت لما بتلاقي فيه لعيبة كبار جدا يعني إحنا جينا لاحظنا الفترة عمر السلية مثلا بيلعب وبيقدي لكن تحس أنه مسقل يعني يعني شايل حمل وتعبان مش قادر يعني فطبعا ده كله أعتقد أنه لابد من اتحاد الكرة يعني يحط نهاية لهذا الأمر ويضع جداول محترمة ويضع تطرات الراحة المناسبة اللي هي لازمة للشفاء اللي عاديين والريكوفر بتاعهم ده مهم جدا وأتمنى أتمنى أن رابطة الأندية تنجح في هذا الأمر بالإضافة الشيء اللي دايما النبي الآلي بيأكد عليه وهو التحكيم يعني حتى الآلي في عز ما هو واخد هذه البطولات المحلية لاحظنا في الفترة الأخيرة كذا رسالة موجهة من النادي الآلي إلى اتحاد الكرة بالإتمام برفع مستوى التحكيم إحنا لنأخذ التحكيم شماعة لأي إخفاقات لكن إحنا دايما حتى في عز النجاح النادي الآلي بيلف تنظر التحكيم كرة إلى أن التحكيم أحد العناصر المهمة جدا جدا طب أستاذ جمال هنا هسألك سؤال صغير في جزئية التحكيم هل هست فرق بين رئيس لجنة الحكام البرتغالي الجديد اللي موجود في الوقت الحالي وبين تلاتنبرج السابق قبل كده اللي كان موجود وهل صلع فارق ولا ما ضفش للحكام حاجة لحد لا طبعا نقدر نقول أنه لسه مقدم كل حاجة و يعني هو نفسه بريرا اللي هو البرتغالي قال ما تحسنينيش غير مع بداية الموسم فإحنا نتمنى أنه هو يضع أو ياخد كل إجراءاته الشغل اللي هو عاوز يعمله كله في فترة الراحة القادمة لأنه إحنا نستنين موسم القادم صعب جدا والتحكيم ممكن يبقى عنصر إما إيجابي في صالح القرى المصرية إما يكون تلبي فيؤثر سلبا على الموسم وعلى الفرق ويظلم ويوقع الظلم الناس وحاجات زي كده ده كله لابد من مراعاته إنما ما يزننا بننتظر لأن بريرا يضع بصمته لأن طبعا كلاتنبرج يمكن ما حصلش على فرصته الكاملة بفضل ضغور من بعض الأندية عليه وهو اضطر أنه يرحل بأنه مش قادر يواجد مش لقي الحماية كمان في اتحاد الكورة يعني مش لقي الحماية من الاتحاد الكورة فنرجو الاتحاد الكورة يوفر الحماية الكاملة لفريرا ويساعده على عمل ما يريده لأن أنت مش متعاقد مع مدير فني الاتحاد للحكام أجنبي بألاف الدولارات عشان يبقى نفس المستوى موجود طيب هسألك سؤال بخصوص إحنا بنكمل في جزئة الحكام هل تتوقع أن فريرا يقدر يغير الكروب في لجنة الحكام في الفترة دي ولا هيعتمد على نفس الأسماء اللي موجودة اللي مرشح له اتحاد الكورة لأن رد الفعل بالنسبالي كمشجع أن أنا ما شفتش الموسم اللي فات أي بصمة هو الحقيقة دلوقت نقدر نقول أن الفترة اللي أضعها بغيرة فترة تجريبية وهو شاف الناس اللي المعاونين له واتعامل معاهم وعرف مين كويس يعني إحنا مش هنقول أسماء لكن يفترض في المعاونين للخبير الأجنبي أنهم يكونوا على درجة كبيرة جدا من الموضوعية والكفاءة فلابد من طبعا الاتحاد الكورة ممكن يساعده في هذا لأنه ممكن يكون أكثر معرفة بالخبرات اللي موجودة لكن برضو بغيرة أكيد جرب الشخصيات اللي هو يتعامل معها فإذا رأى فيهم المساعدين جيدين له يعني عندهم موضوعية وعندهم كفاءة يعني يقدروا يعني عندهم يقدروا يعملوله النصيحة المفيدة أو يتخلص منهم ويضم آخرين طيب بننتظر أن ده يتم آه يعني فأسرع في نقطة مهمة جدا اتحاد الكورة لم يدفع مستحقات الحكام حتى الوقت الحالي ما فيش ما خدوش بقية مستحقاتهم مستحقات الموسم اللي فات من الجولة الـ 14 لحد النهاردة ما دفعتش هل دي تبقى أول مشكلة لخبير أجنابي جاي المفروض يطور والمفروض يبقى متخصص في الأمور الفنية فقط هل هيقابلوا المشكلة دي في بداية الموسم ده أنه يبقى عايز يخش في القصص المستحقات والكلام ده وهل كده اتحاد الكورة ما بيساعدش الراجل ما أنا لما مديش الناس مستحقاتها ما أنا كده الراجل ده بقوله أنت جاي تتخانق مش جاي تحل ويبقى عبتشتغل في أمور فنية ده الموضوع مش محتاج كبير أجنبي ده محتاج قرار من مجلس إدارة اتحاد الكورة نفسه لازم يبقى عارف كويس قوي أن الحكم لما بياخد مستحقاته يعني بالبلد كده بيبقى مستريح نفسيا عينه مليانة الدنيا ما ماشي مزبوط وطبعا ده مش هيحصل غير لما الأندية اللي ما تدفعش المستحقات بتاع اتحاد الكورة تدفع يعني النادي الآله هو الوحيد اللي اللي هو عليه ديره متأخرات الأندية الأخرى اللي ما تدفعش فعمل أزمة مالية في اتحاد الكورة يجب منا اليوم أنهم يكونوا دفعوا كل حاجة ويجب بعد كده أن الحكام يعني ما يبقاش متأخر لهم أخص حاجة مثلا جولة واحدة في الزور أستاذ جمال ده من الدور ده من الجولة اللي 14 ما أبضوش حاجة في الموسم اللي هات دي كارثة دي كارثة في حد ذاتها يعني ما أعتقدش أن ده موجود في أي مكان في الدنيا مستحيل ده لابد من القضاء على دي الظاهرة وإي على فكرة ممكن تبقى مشكلة كبيرة جدا مش لبريرة كخبير أجنبي بس أي حد يبقى مسؤول عن نجمة الحكام لما يبقى عنده الحكام ما بيقبضوش مستحقاتهم يعني أنت بتكلم ناس وأنت برضو لازم تكلم الناس في حدود منطق وعقل واحد ما بيقبضش من المكان فحيطور نفسه إزاي لا والشغف اللي عنده أنا رجل دلوقتي بأشتغل بدون مقابل أنا ما كده فين الشغف فين المؤثر اللي هيخلينا أشتغل العامل اللي يخليني أنا عايز أطور من نفسه وابتهد أنا وصلت معايا مرة إن أنا قلت الحكم اللي بيطلع يروح المباراة مثلا في برج العرب بيسافر اليوم المباراة اللعيبة بتوع في سرقتين بيتين هناك من قبلها بيوم على الأقل يعني يا جماعة حرام إن الراجل حفترض إن الراجل ده رايح بالقطر أو رايح بعربيته متعطل في السكة ما عاود أدور عليه ولا ما عاود أعمل وهو لا يولام لأنه أنت مددوش حتى بدلاته بتاعة بدل السفر بدل الإنتقال فأنا أنا اقتراح يعني بعض الناس أخذوا الاقتراح ده بإيجار شوية يعني قال لك يعني ليه هم محقوق طبعا أنت بتجيب الحكام الأجانب ومتبايتهم يومين ثلاثة أربعة صحيح طب إيه المانع أن أنت تعمل ده مش هقول لك يومين ولا ثلاثة بس على الأقل ليلة المباراة يبقى راجل بايت على الأقل في المدينة بتاعة المرش نفسها مدينة المباراة نفسها لأن أنا بأس مع الشكوى دي على فكرة من هكام كتير بيبقوا مكلفين بإدارة المباراة وبيتبهدنوا وإحنا هكامنا معظمهم من مناطق مختلفة من برق قاهرة كمان وأغلب المباراة الكبيرة في القاهرة فأنت بتلوم أنت بتلوم على الحكم وهو جاي عامل مجهود السفر وممكن ما يكونش نايم كويس يعني لازم الأمور دي كلها يتم مراعطها عشان بعد كده لما تحاسب الحكم على أخطائه يبقى أنت مش بتلومه يبقى أنت بقى أنت وفرت له كل حاجة الأول بعد كده إذا غلط لا ادبعوا يعني بالبلد كده يعني انتقدوا وحملوا مسؤولية ووقع عليه عقوبات حتى لو كانت عقوبات داخلية في اللجنة فده نقطة مهمة جدا جدا هذا الكلام الخاص بالعنصر التحكيمية يعني طبعا مع حضرتك كل حق في كل كلمة تقالت فعلا يعني ربنا أشليك الله أشليك الله جدا رحمة أنا بكلمك والله من وقع يعني ممارسة ومن وقع كمان شكاوى الناس يعني إحنا دي أمور واضحة أستاذ جمال ده أمر واضح جدا الحكم لا يولام لا يولام تماما وما تقدرش تقولون عليه في أي حاجة حضرك معك كل الحق هو هيقول لك أنت سايبني لا بأخذ فلوسي ولا بروح المكان المباراة بشكل مسترم فطبعا هتتوقع منه إيه يعني صح لازم يبقى فيه أخطاء بالضملة مضبوط كلام حضرتك نارجو نارجو تفضل أستاذ جمال تفضل لا تفضل حضرتك لا تفضل لو في حاجة تانية على منظومة التحكيم عايز تقولها تفضل لا 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 ما فيش لا هو كده لو اتعامل جايبا كويس قوي نتمنى زلك نتمنى أن يكون فيه أمل أصلا يعمله معسكر حتى قبل بداية الموسم نتمنى زلك نتمنى زلك نتمنى ده 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 آه طبعا 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 هاخد حضرتك خلاص أني خلص كلامنا عن جزئية التحكيم دي الأهل خلص الدوري وهيلعب الدخلية في كاس مصر يوم الحد اللي جاي شايف المبارادي ازاي خلاص بقى المفروض أننا بنكمل الموسم اللي فات يعني لا كمان نقطة مهمة جدا آه انت خلصت الموسم وجربت اللعيبة اللي انت عايز تجربها لأ انت داخل دلوقتي بقى مباراة الدخلية بطولة جديدة يعني أقصد ايه اللي كان ممكن نجربه بعد ما حسامنا الدولي وابتدنا ندي فرص لبعض اللاعبين للتعرف على مستواهم لأ انت داخل دلوقتي على مباراة آه بطولة جديدة وبطولة من الموسم اللي احنا خلصناه فانت عايز تكمل الموسم ده موسم زهبي عايز تكمله يعني الاخر انت عايز انت عايز تاخد ان شاء الله هذه البطولة عايز تاخد هذه البطولة وبالتالي هي مباراة مهمة جدا جدا وما تفرقش هي في الدور الكام لان الكاف الغلطة بفقورة مزبوط موسم فروج المغلوب ده دايما بيبقى أصعب من الدور يعني وانا بسق برضو في لعيبة النادي الآلي جميعا كلهم على قدر المسؤولية بسق في الجهاز الفني وفي قيادة مارسيل كولر اللي حقيقة يعني يعني أصبح أيقونة للانفتارات في طريق الكرة في النادي الآلي وأعتقد انه هو يستحق فهذا راجل بسيط وبيشتغل ويعني مش يعني من البلد كده مش عايش دور هو بيشتغل وراجل عملي رضح من أول يوم ليه الحقيقة بالضبط يعني من أول مجيئ طيب الانديا دي موجودة في الدور من الموسم اللي فات فيه أمثلة كتير لها دلوقتي كسواء سراميكا كيلو باترا أو فيوتشر أو بيراندز من قبل كده فيه دلوقتي مجموعة كبيرة والبنك الأهلي وانديا كتير دلوقتي بتصرف على فرقها كويس زي ما قلت كده الزد والجونة وعندك بيراندز وفيوتشر يعني أنا بعتقد بيراندز بالوقتي هو يعتبر أقرب من المنافسة مع الأهلي طبعا أقرب المنافسين مزبوط بلا شكل طريق جامد جدا وبدعم وبيشتغلوا بطريقة علمية ويجيبوا نوعيات محترفين قوية حتى تدعماتهم المحلية قوية مزبوط طبعا وفيوتشر نفس المشكلة أو نفس الحكاية وأيضا دد هيبقى له تطلعات جامدة جدا مزبوط فأنا بقول أنه النادي الآلي رغم كل هذه المنافسة القوية المدعومة بالأموال النادي الآلي قادر ويعني نقدر نقول نوع برضو هيفضل هو البطل بإذن الله لترى لأن النادي الآلي الوحيد تقريبا ما شاء الله يعني نمسك الخشب اللي هو جماهيري ولكن ممول بشكل جيد بفضل اسمه وعلامة التجارية كبيرة مزبوط يعني النادي الآلي القيمة التسوقية والقيمة التجارية للنادي الآلي بتزيد كمان مع الوقت كل شوية لأن النادي الآلي علامة التجارية تجذب أكبر الرعاة وده رب على بعض الناس اللي بيقولوا ايه ما تدونه زي الأهلي وتفرده الموضوع مش بالبساطة ولا بالمثالية دي طبعا النادي الآلي فرض وجوده باسمه وبتاريخه وببطلاته مزبوط فإن شاء الله يكون الآلي قادر بكل كفاءة على هذه المنافسة القوية وإحنا شفنا يمكن الموسم ده فارق كامل فارق كتير عن حتى الفرق المدعومة يعني ماليا ما مفارق جدا في المستوى وفي الترتيب وفي عدد النقاط يبقى إذن هي منظومة برضو يعني الفكرة كلها إيه منظومة في النادي الآلي كل الأنبياء بتشيل ده المنظومة ده سيستم محطوط من سنين كتير جدا ويتطور مع الزمن كمان للأحسن طبعا خضرتك معك حق كل المنافسين أبررحمن بيشيدوا طبعا منظومة النادي الآلي إلا ما راح المرأب مظبوط كلام حضرتك جدا اللي هو ما بيحبكش لكن الأغلبية الأغلبية حتى الأنبياء اللي انت بتكتبهم وما نفتهم يبقوا زيك ونفتهم يعملهم اللي ما بيشوفش حاجة زي دي يبقى مش شايف فعلا يعني حاجات من الناس محتاجة تسمعها مش الناس المشاهدين يعني لا اتحاد الكورة محتاجة يسمع كلام عن الحكام المنظومة محتاجة تسمع كلام عن إزاي النادي الأهلي تسوقيا والقيمة التجارية بتاعته أو عالمته التجارية دي مش حاجة سهلة انك تطلب فلوس زيه أو ان انت تطلب رعاية زيه لأن القاعدة الجمهرية الكبيرة بتاعت النادي الأهلي هي القاعدة الاولى في الوطن العربي وأفريقيا ومن أكبر القاعدات في العالم فبالتالي انت موضوع الرعاية والكلام ده كله مش سهل ان حد يتكلم ان هو ادونا زي النادي الأهلي زي ما كان بيقوله أستاذ جمال لا مش سهل ان انت تاخد زي النادي الأهلي النادي الأهلي ما وصلش ده في يوم وليلة يعني وما وصلش ده بالبساطة دي يعني هنطلع فاصل صغير ونرجع لحضراتكم عشان نتواصل ونكمل باقي حلقتنا في 7 Days 4